اهلاً وسهلاً بكل أستاذ المشاهدين اللي بيتابعونا وبشوفونا على شاشة القناة الأولى والفضايا المصرية من التلفزيون المصري حلقة جديدة النهاردة من برنامجنا الشاير أكلة أمي أكلة أمي النهاردة المطبخ مصري والماتيريال واحد ولكن إحنا اللي بنحوله بأصابع يدينا العشرة بالمكونات بتاعتنا والبهارات بنخلي الأكلة واخدى الشعار المصري الحس المصري واللطافة الجميلة معنا فراخ النهاردة ومعنا تشكيلة من خضار معنا بطاطس ومعنا كمان رز مصري معنا بتنجان مخلل موز وكيوة عايزين نعمل لإخواننا وأولادنا طلبة السينوية العامة أنا ما زلت معاكم سند لكم في المطبخ بساعدكم بعملكم الحاجات اللي تدي طاقة وتركيز زي اللوز مع الاسموزي الكيوي الموز وعندنا كمان عملت عصير كتيرة علشان تساعد على التركيز وأم جسري فأعمل في راخبة شوية النهاردة بالبصل سكة المسخن اللي بنشوفه في فلسطين أو في الأردن أو في بلاد الشام أكلة مشهورة جدا وخاصة عند إخواننا الفلسطينيين والأردنيين اسمها المسخن المسخن دي طبعا عبارة عن صدور دجاج بتقطع بتحطي لها سماء ودبس الرمان ويتلف أصابع صغيرة كده زي ورع العنب إحنا النهاردة بنعمل نفس القاعدة ولكن بالطعم المصري هنشوف نقدمها إزاي لحضراتكم معنا رز بالكاري واخد طعم الكاري اللي طافة فيه كمان معه بسلة ومعه جزر ولكن واخد الطعم المصري بالمكونات بتاعته أنا مش عايز تقول لحضراتكم لأن فيه تفاصيل في الحالة النهاردة فيه مقادير كتيرة وعايز أقول لحضراتكم البطاطس مهمة جدا لما تيجي تعملها في الفرن مش لازم تأشريها إخواننا الأجانب دايماً بيستخدموا إشرة البطاطس بس أما حاجة نكتأشريها بطريقة لطيفة وجميلة علشان نتخلص من كل الأتربة أنا هعمل دلوقتي عم الشيف سموزي الكيوي مع الموز وهطيف تركيا كده حلوة سامحوني فيها يعني معلش هطيف كريم شنطيه في قلب الإيه السموزي حلو هيددي قوام ويددي فليفر حلو والمادير على الشاشة والصورة الحلوة تتحدث عن نفسها حتى لو مع فراخ ما شوية حلو آه آه زي الفل طيب الخلط معنا الله ما صلى عن نبي تعالى يا عم الخلط بسم الله الرحمن الرحيم مهم جداً لما تجي عملها عصير اسأل الولاد ممكن ما يحبش الموز مع السموزي كده انت يعني ايه ما قفلتيش مع حبيبا انا اعمل لك اسموزي شيفت الشيف المغازى على القناة الاولى عامل اسموزي حلو قوي عصير حط فيه موز وحط فيه كيوي وحط فيه تلج وجاب ورقة نعناح خضرة حطها تحب الحاجات ده اعملها لك ولا هشل لك حاجة من الحاجات دي تخسرناش حاجة احنا كده كده هنعمل بس السؤال هنا كرم تجويد ابتهاج اه نخلط معنا ومعنا الكريم شانتي الكريم شانتي طبعا هيددله طعم وفليبر ناخد الموز الحلو البلدي ده كده في قلب الخلط زي الفل العصير مطلوبة في ايام الحر طب انا اقولك على حاجة حلو ما عندكيش تلك حط الفواكه في الدي الفريزر شوية او في الفريزر من فوق هتسقع جامد كده انت عملتها سموزي عادي بطريقة غير مباشرة يعني حالو الكلام برضه يعني ايه اقتراح مني مقبول او غير مقبول نحط الكيوي انا محبش الكيوي اكله كده بجد يعني اه المادام تعملوا اللي مع السوس الشوكالاة اه سوس اللوتس اه سوس عسل اه سكر وتحط عليه انما اكل الكيوي كده ده بالنسبة لي انا دي اه يعني جريمة محبش طعمه كده خالص الامانة يعني اهود ورعتني انا اخدر حلوين اشربوا مع مول زي ده كده حالو معانا كريم شانتي احنا اخد الكريم شانتي ده انسقطه في قلبي لازم كريم شانتي اختيار الجديد يعني تغيير اه احنا بنقول المطبخ له دستور ولا وقعد اه ينزل بالقوام ده كده ياويلة 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 اه 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 حالو اه زي الفن وشوية حليب حتى يقاوم الخلاط المقادير ده كلها يلا وسمي بسم الله عم الشاف حاضر حاضر ان شاء الله هيشتعل بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بعمل لك ايه بعمل لك ايه الفاصل هنشوف الفن بس يعمل لنا في ايه ونرجع بعد الفاصل انا حاب اقدم الاسموز بصراحة عشان طالب تستعمل العمل ما يزعلوش مني ومع هي بطاطس في الفرن بشوية بطريقة جديدة او هتروحوا بعيد تابقوني بعد الفاصل ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل ويا سبابين العصير زيدوا حالاتهم تربي بيحصل تابه ممكن يحصل لك في المطبخ اه او عادي ايه الحلاوة دي عبدالشي والله بص هي يا رب سبحان الله ان يفصل الخلاط ان احنا ضربناها في الفاصل جامد جدا اه شبت الكريم شنطية عامل مع النعناع مع الكيوي مع الموز القوامل الحلو ده كده اه الف هانا وشيفها للي يشرب اه اه وبعدين كيمة غذائية عالية جدا لمكوناته كريم شنطية تابريت عالي الموز الكيوي طبعا طالع من الفريزر اه والحليب عندنا مسلج فده مشروب صحي وفي نفس الوقت كمان كيمة الغذائية عالية جدا لأولادنا وخاصة اللي بيمتحنوا دلوقت